ما بعد محاولة اغتيال ترامب المرشح الرسمي للحزب الجمهوري هو ترامب والمرشح الرسمي لنائب منصب نائب الرئيس هو كذلك موجود المرشح هذية وقال جيمز ديفيد فانز اللي هو السيناتور الامريكي عن اوهايو فانز تحدث عن ما يحصل في غزة في اول تصريح له بعد ترشيحه رسميا لمنصب نائب الرئيس فانز قال جو بايدن جعل الامر اصعب واصعب على اسرائيل لكسب الحرب تعهد بانه بالنسبة ليه اولا سيكون على الكيان ان ينهي هذه الحرب اسرع ما يمكن لانه كلما طالت كلما اصبح وضعهم اصعب لكن ثانيا قال بعد الحرب سنعيد تنشيط عملية السلام بين اسرائيل والسعودية والاردنيين هذا كل اهم اعطيني جزء تدقيقة سماح اللي قلت البارحة كله ثابتاء ما خرجت تحليل وتحليل امنية اولا ساعة هو كما قلت هو سلاح حربي ار خمستاش ليس سلاح صيد او سلاح بناها خطر عندهم الامريكان اسلحة فاها بناها خرطيش البندقية البندقية ذيك فاها الار خمستاش هي من اكثر الاسلحة الحربية مبيعا في العالم مش تافقوا في حاجة اذا هو اسلح قاتل وذخيرته قاتلة كما قلتك بالضبط ثانيا المكان لما صوروا صورة جوية جزء احداثي يثبتوا اللي حتى الرجال الامن كانوا متواطئين في بالهم لانو المواطنين حذروا رأوه خطر انو كان انسان جاي بش يعمل عملية كما كان يخفي سلاحه هذي كان سلاحه البر ورأوه المواطنين ولم يتحرك الامن ثلاث القناص اللي مقابل الجهة كان اعلى من العمارة اللي كان فيها الرمي يعني كان يراه باليعني بالعين المجردة وهو لقتل اذا كل الاحداث تقول العملية وكلها مدبرة رابعا وهذه زد اشتشرت فيه امنين من حماية الشخصيات يقول لك لما حتى خرطوشة مش يتضرب يقوم يعني الحومات هذوكم اللي كانت كور ويغطوه بابداناتهم ولم معاش يظهر ويحاولوا سحبوا دون ان يرى مش هز ايدو والصورة هذيك اللي عملت ملايين المشاهدة وهما حاجتهم فقط بتلك الصورة ايه فقط لاني هذيك ضمنت اليوم بنسبة مية في المية وصول ترامب لرئاس شوف معناه على العملية قلت لك ثلاث اشياء صورة ترامب اللي وذنيه بدم والعسكري والامني ما تتعداش عليه والعلم وراح سمحني ثاني 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 خير شي من هك لا معناه سلط النصر هذيك ما عادش خرطوشة واحدة بما انه ثم شكون مات وراها ترامب انا في بادي خدت الوقت شوفت الصور اولى ما في ماشي وزوز جرحه دونك ما عادش خرطوشة واحدة مستحيل خرطوشة بيشتضر تبشي على اليسار هو صف يموت بها واحد جرح وزوز وتتجرح واثنين اذا العملية بيرمتها مدبرة بحكمة ويعرفوا وكان جاء يعرف ما يعرفش اللي القتل ما كانش يغامر بنفسه ويخرج يقول لك ما دام الخطر ما زال موجود ما يخلوش او ما بيدهم الحمات هذوكم الرجال الامر ما يخلوش ويذهب لكن العملية مدبرة بدقة وقد نجحوا شابوا لهم نجحوا والان معناها بشوية جرح طفيف في في وذنه تحقق الان من يعني رئاسة امريكا. كل كل يعني الصورة عملت ملايين ووصلة يعني بشيصل الارقام لم تحدث في امريكا. ماستنس دي ما واحدة خمسين في النمائة ثين وخمسين في النمائة ثمين ورمان في النمائة المرة دي الناس تحدث هي تسعة ستين في المياه ولا سبين في المياه. نعم بشيصلوا الارقام لأول مرة تساجل في الوسخicias. بفضل هذا. ومباشرة بعد تحركت اللوبيات كل. لوبيات المال يعني مززة لبيات اه السلاح اللوبيات الكل eux متحركوا لفاية ترامب اذا العملية مدبرة وفي نفس الوقت من جانب الاخر رجل خرف كما سماها الدكتور رافع الطبيب يعني حتى حزبه لم يعد يثق فيه وسحب كل المميولون انفسهم من هذا لكن عسكريا وامنيا رهي الامن العملية مدبرة بحكمة وواضحة المعامل العالم وليست محاولة كما حابوا سوروهن خطر سلاح حربي كان يضرب رفال يعني يهزوا بكله يعني مش خرطوشة يعني كان يضغط بقوة هو عفاها زوز مراحل تضغط ضغطها صغيرة تخرج كعبة تضغط ضغطها كبيرة يخرج يخرج فعلا ما يخلي شيء بلا ترامب لا العملية مدبرة بدقة متناهية وكما قلتك قبضة السلاح كانت هي وغبا منهم لانه تولوا المخبرات كل بشي في قبارة مستحيلة العملية كل اللي يستغلوا اليوم في حماية شخصية تقول لك شين هذا ما هذا ما هذا كيف يمكن الرجل معناها ماخذ خرطوشة وهذا ذراعه وفهمت يخارج متصر كوبوي متصر اذا العملية واضحة اذا اليوم طويت صفحة الانتخابات في امريكا طويت صفحة الانتخابات بصورة اللي همنا ماذا سيقولون عن غزة ماذا سيقولون عن فلسطين ايهاو قلت لك شنو بده يقولوا على غزة نحكيوا على فانز وراجعت لك بولبيبا نحب نعرف شكوله هدا فانز عارفينه اما سيد العميد الجملة واضح يعني هذي اكثر تصريح دار في البيت المتحدة الامريكية للمرشح لمنصب نائب الرئيس قال اولا نريد من الكيان ان ينهي هذه الحرب باسرع ما يمكن لانه كلما طالت كلما اصبح وضعهم اصعب وثانيا بعد الحرب سنسعى ونريد اعادة تنشيط عملية السلام بين اسرائيل والسعودية والاردنيين ونعرف علاقة ترامب بسعودية مثلا علاقة خمسمائة الف مليار اللي اخذيها بمرة الاولى والا وهو يفكر كالتاجر لانه شوف توا بشي جوه ذوما اكثر تطرفا من بايدن لكن زادة كيف كيف عندهم عقلية التاجر عقلية الربح وعقلية المسلحة اذا بشيارجعوا نوعا ما توا المشكلة هو السؤال بسيط انه قال انهاء الحرب ما قالش كيفاش لم يقل ما هي الصيغة المثلة لانهاء الحرب يا هل تراع عن طريق التفاوض والسلم وقال عن طريق ايبادة معناها كل الفلسطينيين هذا المشكلة الكبيرة رغم لان يراه لا اثقوا في الامريكان لا اثقوا فيهم لا من قريب ومن بعيد وغلاء كان يشيبوا درشكون لانه مهما كان الرئيس نفس العملية وكلهم دماء متحركة في ايدي لايباك عبد البابا وانتك الكلمة بعد المشكلة الكبيرة انه توا الاسعة المطروحة يعني صحيح عقلية التاجر وعقلية المسلحة العامة والرجوع الى الخطر الاكبر لانه غفلوا على التهديد الاكبر اللي هو ايران وبشير رجع الوقت تسعة شهور اضم خلهم معناها بالحق ضيعوا بارشا وقت وفي نفس الوقت الغول الايراني يتسلح وتسلح بسرعة كبيرة الصين كيف كيف روسيا كيف بارشا وقت ضاع وسيحاول هؤلاء يعني يعني الرجوع شوية للزمن وتلافي ما حدث من مدة خسائر استراتيجية فادحة للامريكان والصحين سيحاولون تفاديها باش بالسياسة